عزيلا مشاهدين أهلا بكوا في حلقة جديدة من منتادة الحقيقة أنا سعيد جدا من ردود أفعال حلقة مبارح لأن بكل صراحة حلقة مبارح بالنسبة لأي إعلامي وبالنسبة لأي مقدم برامج هي حلقة صعبة جدا لأن توقيتها صعب والكلام فيها كان صعب لأن كان لازم في الوقت الصعب أن أكون حقاني وأن أقول رأيي بكل صراحة وانتوا عارفين ان دايما لما بتقول رأيك بصراحة وبتقيم عمل مجموعة ومؤسسة كبيرة زي مؤسسة النادي الاهلي ولازم اقول انها مؤسسة للنادي الاهلي مؤسسة كبيرة دايما بتبقى متوقع ان بيتبع هذا التقييم وده شغلتنا ان احنا نقيم بيتبعه ردود افعال فالحقيقة ما خبيش عليكم كنت قلقان شوية لان الكلام يعني كان كلام حاد وكان الرأي كان شارب جدا ولمسنا كل المشاكل فعلا ان احنا شايفينها انها موجودة جوه النادي الاهلي سواء في الاداء الاداري او بيتبعه اكيد الاداء الفني ولكن مش عايز اقولكو ردود الافعال يعني على الحلقة اثلاجة صدري ازاي من مبارح كل صحابي الاهلوية كل صحابي الاهلوية بيكلموني بيقولولي برافو عليك انت قلت كل الكلام اللي احنا عايزين نقوله الحقيقة ما كنتش متوقع الكلام ده قلت اكيد ان فيه ناس اهلوية ازعاله ازاي ان هو نخلي بالكم الانتقاط بالاسماء باسماء اللعيبة بالمسؤول عن اختيار اللعيبة بكذا 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 كنا صرحة في تقييمنا زي ما عودنا حضراتكو دايما في البرنامج ان دايما ما بنخافش من حاجة الحمد لله لما بنشوف حاجة كويسة بنقول بنشاور على الكلام بنقول ده كويس لما بنشوف حاجة سلبية بنشاور بنقول ان ده سلبي وبنختار التوقيت المناسب دايما لا مع الاهلي ولا مع الزمالك ولا مع الاسماعيلي ولا مع اي حد اي سلبيات بنشوفها في اي مكان بنشاور عليها اي ايجابيات بنشوفها في مكان بنشاور عليها عشان نشجع الناس ان هي تشتغل وده دورنا هنا في الريمونتا دا ردود أفعال الجماهير وردود أفعال المتابعين على السوشيال ميديا كل الناس أهلوية وزملكوية وأخص بالذات الأهلوية لأنهم كانوا صحاب الشقن في حلقة مبارع ميدو قال كل الكلام اللي جوانا اللي احنا عايزين نقوله ده بالنسبة لي أحسن حاجة ممكن تحصل لي في حياتي كأعلامي إن أنا حس إن أنا بقول كلام المشجع بقول كلام المشاهد بقول كلام المتابع ده أكبر نجاح بالنسبة لأي أعلامي إن الناس تقابلك في الشارع تقولك يسلم فمك أنت قلت كل كلمة احنا عايزين نقولها برافو عليك بقسم لكم بالله إن النهاردة قابلني أكتر من 50-60 أهلو في الشارع تعرفين أنا إيه يعني فرقه لوز أنا بصحى الصبح الساعة 7 ونص الصبح هنزل ألعب شوية رياضة وروح أفطر في حتة وارجع وأخرجتها وروح الشغل وروح المكتب وارجع وحضر الحلقة دي حياتي ربنا خلقني كده بنامى من 3-4 ساعات والناس كلها من أول من أول الصبح الناس وردود الأفعال الحمد لله إيجابية جدا لأن خلي بالكم أنا سعيد ليه مش سعيد على نجاح البرنامج فقط الحمد لله أنا سعيد إن الناس أصبح عندها من الوعي والضراية إن هم يفرقوا مين بيتكلم صح ومين بيتكلم غلط مين بيجامل وعنده حسابات ومين ما عندهش حسابات وبيتوكل على الله وبيقول رأيه وزي ما تيجي تيجي طالما إنه هو شايف إنه هو ماشي في السكة الصحة وأنا دايماً بقول طول ما الأهلوية بيزعله مني شوية والزمالكوية بيزعله مني شوية يبقى أنا ماشي في الخط اللي أنا رسمته من أول يوم خدت قرار فيه إن أنا أشتغل في الإعلام بمناسبة الشغل في الإعلام كنت خرقت على حضراتكو يمكن من سنة ونص في برنامجي السابق في قناة النهار قط اللبس ثم بعد كده عدت نفس الكلام وعدت نفس الكلام يوم عشرة خمسة هنا في برنامج الريمونتادة عن الفساد اللي موجود داخل الاتحاد الأفريقي ولما قلت الكلام ده فيه ناس كتير يعني ما خدتش بالها من الكلام وما خدتش بالها من الكلام ليه؟ لأن الكلام ما كانش أزيهم ما كانش واجعهم ما كانش واصل ليهم فقال لك مش مشكلة كلام بيتقل وخلاص ويمكن ميده بيبيع حلقة ولكن أنا كنت شايف حجم الخطورة اللي بتتعرض لها الكرة المصرية كنت شايف أن بيتم سحب البصات من الكرة المصرية في الاتحاد الأفريقي وفي تاريخها داخل الاتحاد الأفريقي لدول أخرى